ورجعنا لكم تاني بأقوى كورسات التخصيص اللي دايما متعودين عليها أقوى كورسات التخصيص في سد الشهية أقوى كورسات التخصيص في رفع معدل الحرق الضعيف أقوى كورسات التخصيص لكسر سبات الوزن كورس التخصيص الكورس اللي هيخلصني من الأمراض والدهون السلسية من الكوليستيرول الزايد في الدم من ديء التنفس والنهاجان مشاكل صحية كتير في غنى عنها مالهاش لازم أن هي تدخل حياتي طالما أنا قادر أني أصلح صحتي أصلح اسلوب أكلي أصلح اسلوب تعاملي مع الدهون والملبس والمحمر والمشمر كل اللي أنت عايزه مش هنحرمك من حاجة بس أنك تتوسط في أكل الحاجة تكون معتدل في استخدام ما فيش إفراط في استخدام الأكل دي أكبر ميزة أنت هتكتسبها بس إمتى لو أنت قادر على نفسك أنك تمنع بقك أنك تمنع شهيتك ما تتفتحش طيب إحنا شعب شرقي بنحب الأكل ده إحنا تقريبا معظم برامج اللي موجودة على أي قناة 80 فيلمين منها طبخ طيب شهية المفتوحة بيبقى عامل زي الوحش مربي وحش جوه جسمي عمال ينادي عايز أكل مدمنين السكر اللي بيخلي شهيتهم تفتح أكتر وأكتر واللي بياخد سكر دوريا سواء حلويات أو سكر أبيض أو سناكس وحلويات فده معدتهم بتنادي في نفس الوقت وتصرخ أنا عايز أسكر فشهية بتفتح أكتر فصعرات أكتر وعليها دهون متركمة أكتر يبقى الشهية المفتوحة دي أقدر أتحكم فيها وأقفلها بحيث لو أنت عاوز تنزل في الوزن هقل الكمية الأكل اللي أنت بتاكله لـ 80% أشيل كل الأكل ده واسمح لك بعشرين في المية فقط للنفس والحركة والحياة والبنزين كل الأكل إزايد الدهون إزايد ده الرز إزايد لا وأنا مش هعرف هتحكم فيك ده لو أم عندها طفل 15 سنة بيزيد في الوزن وبطنه بدأت تكتر ودهون في ظهره مش عارفة تقولها منعه إزايد الراجل الكبير وسنه كبير لا ده أنا بحب الأكل بالليل والست بتقول أنا بلملم من وراء أولادي يبقى أنا لازم أنزل بكابسولة خمس أضعاف قدرة على سد الشهية داخل كورس الأسطورة النهاردة كورس الأسطورة ليه سميته الأسطورة؟ لأن إحنا متعودين على التخصيص دايما مرتبط به همدان كلمة بسمحها كتير قوي من أي حد بيعتمد على الضيط والحرمان من الأكل أنا همدان ما هو ما بيقولش فقد معظم الفيتامينز والمعادم بتوعه لا أنا هسمح لك تاكل كل اللي أنت عايزه عشان ما يحصلش نقص في الفيتامين بلاس إن أنا مزودالك هدية مع كورس الشهرين علبة المالتي فيتامين فيتامينات كوكتيل متعددة مخصوصة مخصوصة لمرحلة التخصيص هتعوض كل اللي فقدته أثناء ما أنت بيتخص ما أنا قللت عليك الأكل جدا خليتك آه تاكل كل اللي أنت عايزه بس قللت الأكل فقللت للفيتامينات اللي دخلها فأديك تعوض فيتامينات خلاصة فيتامينات مهمة جدا لفترة التخصيص عشان لشعر يقع ولا ضوفرة الكسطر لفيه هالات سودة تظهر بيزود لي الزاكرة المناعة بتاعت جسمي النشاط العام والصحة البدنية الجسمي عشان ما حسش لبخمول ولا همدان معينا نانسي على التليفون السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا نانسي ازايك؟ ازاي حضرتك نعم وفضلي يا حبيبتي كنت عايزة تأخذك ؟ اه انا دعوني نقص بفتامين دال ووصل من مزول الحر تعالي معي مزول الجسم جدا دايما دكتر بسبب قولي كده بكثير مش عكسة هو بحقيقي ولا انتي عندك نقص بفتامين دال؟ اه تمام اخبار بقى وزنك وصل كم دلوقتي؟ اه انا من فترة تبقى من بيت اه وصل لتتتتتتتتتتت لقمين اجي اوي لاني بحب اوي الحالات المعقدة اللي في مشاكل بتوقف عندي الحرق بحب استلم الحالات دي عشان اعرف واشوف مدى تأثير الكورس على الحالات دي بالمشكلة بمعنى انا عندي نقص فيتامين دي وانس ان حصل لك نزول في مستوى فيتامين دال في جسمك ده كفيل انه يوقف حرقك وبيوقفه اوي بحيث انت بتبزي الجهد رهيب مجهود ومشي وضيت وحرمان من الاكل وللاسف مفيش كيلو بينزل انا بتعامل مع الحالات دي ازاي اول حاجة مبدئيا بخليها تعمل تحليل عمل التحليل بشوف نسبة فيتامين دال لقيتها قليلة على طول بديها دواء فيتامين دال تعويدي حقا وقراس لمدة 3 شهور كورس تمام انا بشغل لها فيتامين دال وبعوض ومن ناحية التانية بقى ابدأ اديها حاجة كابسولة زي التعصد الشهية عشان تقفل عليها كمية الاكل اللي هي بتاكله واشتغل عليها بالنقط وبالاعشاب عشان ابدأ احرق اللي عندها